السلام عليكم معكم دكتور صدرية محمود إريطم أمهات كتير بيسألوني أن أطفالهم في المدارس ومش بيركزوا دايما سرحنين وعندهم توهان طيب أول سؤال عني سأله هل عملت تحلصه الدم هل فيه أنيميا طيب يا دكتور لا ده بياخدوا علاج الأنيميا تمام أو أنيميتهم متزبطة وبياخدوا علاج الحديد بس برضو فيه توهان وفيه كده تشتت وعدم انتباه وتركيز النهاردة جبنا لكم دويين ممتازين جدا وعبارة عن مكمل غذائي من مواد طبيعية ومالوش أي أعراض جانبية معانا أول دواء اللي هو توتال شراب زي ما حاكم شايفين توتال شراب هو عبارة عن زيت كبد الحوت طيب الخامسة ميلي فيهم خمسمائة ميلي جرام زيت كبد الحوت والعشرة ميلي طبعا ألف ميلي جرام زيت كبد الحوت ده يستخدم للأطفال بأمان تام من عمر ثلاث سنين طيب هو إيه زيت كبد الحوت الأول زيت كبد الحوت هو غانب بالأوميجا سري وغانب فيتامين ألف وفيتامين دالي فعيساعد الطفل في المدرسة انه يزود زكاءه ويزود النشاب بتاعه وتغلب على الإرهاق والتعب كمان عيساعده في لو عنده تعب في العظام أو في الأسنان عيقوه عظمه عيقوه سنانه وكمان عيبقى بيحتوى على كمان عوامل موضة الأجسادة كتير طيب الدواء ده زي ما حادكم شايتين توتالي شراب ده لازم يتراجي كويس تمام قبل استعمال وعاستعمله أكبر من ثلاث سنين عاخد معلقة كبيرة بعد الفطار وبعد العشاء طيب أستمر عليه أدي يا دكتور أستمر عليه حوالي شهرين حوالي شهرين طيب الدواء ده أول ما يتفتح أول ما يتفتح لازم يحفظ في التلاجة الدواء ده طعمه جميل طعمه طعم البرتقان يعني الطفل عياخده بسهولة ومش عياجة صعوبة ولا يحيرك انه ياخده ولا تعمه مر لا طعمه جميل طعم البرتقان يبقى عروجه إذا كويس واخد معلقة كبيرة بعد الفطار وبعد العشاء ومشي عليها شهرين استعماله من أكبر من ثلاث سنين توتال شراب عبوة عملة ستة وتلاتين جنيه توتال شراب عبوة عملة ستة وتلاتين جنيه ستة وتلاتين جنيه التوتال ده منتجات المتميزة والفعالة جدا طيب معانا منتج كمان ويستخدم مع التال شرب اللي هو الأونوفيت شراب ستة وتلاتين جنيه اونوفيت شراب كما رأيته يمكن الناس لا تسمعش عنه يمكن الناس يسمعوا عن زكت بالحود وموجود في التوتال والهايسيز والسلفر سيز شراب لكن انا بحب التوتال شراب لانه من الحاجات اللي بتجيب معانا نتالي كويسة و بتجيب مع الاطفال نتالي كويسة جدا الأونوفيت شراب ده عبارة عن ريال جيلي غزاء ملكات النحل وعبارة عن عسل النحل اهو العبوة برضو عطراج كويس واستعماله اكتر من ثانية سنين ويستعمل ممكن للاطفال وممكن للكبار يعني لو واحد كبير ومش حاب يستعمل كابسولات اللي هي غزاء ملكات النحل ممكن ياخد عشرة سنتي معلقة كبيرة بعد الفتار كل يوم والاطفال اكتر من ثلاث سنين ياخد خمس سنتي معلقة صغيرة بعد الفتار وبردو استمر علي شهرين طب انه ميز اللي فيه ميز اللي فيه غزاء ملكات النحل وفيه عسل النحل وحدكم عارفين عسل النحل وغزاء ملكات النحل ده فيه فوائد مهمة جدا وفيه عناصر مغزية للجسم مفيدة جدا يتغلب على الإرهاق والتعب والضعف العام ويزود الحيوية ويزود النشاط الجسماني ويزود النشاط العضلي والعقلي والزهني للاطفال ويبقى الطفل كده مركزه ووشه كده فيه حيوية وما يبقىش ووشه شاحب ولا أصفل لأ حتى معا يتخذ معلاج الحديد مفيش مشاكل خالص طيب حاجة عايزة أقول عليها ان اي منتج فيه غزاء ملكات النحل نخلي بالنا بس الناس اللي عندهم ربوة أو حاسية ممكن يعمل مع الناس اللي عندهم ربوة أو حاسية الأطفال أو الكبار عندهم حاسية ممكن يعمل شوية حاسية فبلاشه لو حد عنده ربوة أو حاسية بلاشه طيب يبقى عرفنا الأونوفيت شراب من عمر ثلاث سنين زي طال شرب وهناخد معلقة صغيرة مرة واحدة في اليوم بعد الفطار بعد رجل إيهزة كويس تمام وهنستمر عليه لمدة شهرين عبوة الأونوفيت شراب عبوة عملة 32 جنيه زي ما حاكم شايفين 32 جنيه يبقى طبعا إحنا عندنا منتجين متميزين جدا التوتال شراب والأونوفيت شراب التوتال شراب والأونوفيت شراب التوتال شرب عايزود معانا القدرة الزهنية وعايقم الكساح وفي نفس الوقت عايزود برضو عايزاعد فيزيات الكالسام في العظم والأسنان وعايعالج تشتف الانتباه وللتركيز ومعانا الأونوفيت اللي عارفنا توتال غاني بزكة الحود ومعانا الأونوفيت اللي عبارة عن عسل النحل وعبارة عن غزامجات النحل اللي عايزود الحيوية والنشاط لطفلك وعايخليه دايما عنده طاقة وحيوية ويحافظ على جسمه وكمان العسل النحلي ده مفيد جدا انه عايقي جسم طفلك من الأمراض وكمان عايقي من البرد ونذات البرد وإنفلوانزا مش عاي من نحل لكن عايقي منها ويقلل عدد مرات الإصابة بيها تمام؟ يبقى معانا توتال شراب والأونوفيت شراب أنصح أي أم الطفلها بيشتكي من عدم التركيز والتشتت وعدم الانتباه وانه وشه أصفر وبياخد دواء حديد وبرده مش مركز ومنتبئ انه طفلها ياخد الدوين دوت التوتال شراب والأونوفيت شراب أهم حاجة الاهتمام بالغزة بتاع الطفلة والأكل الصحي وبلاش الأكل للأكلات اللي بره والأكلات الفاصفود ولازم الطفل يهتم بالسلطة والخضروات والأكلات اللي فيها حديد لأن الحاجات دي عا تساعد طفلك انه ينمو بشكل صحي ويبقى طفل ذو قدرات ذهنية كويسة جدا وذو مستوى زكاء عالي يارب الفيديو يكون عجبكم ويارب تكون استفادتم سلام عليكم ترجمة نانسي قنقر